أعمل درسة مزيكة عبير ولا أي حاجة حتى مش حافظة أغاني لأنها شطرة في المدرسة ومتفوقة وبتدرس في سنوية عام معلوم ونوية تبقى في كلية العلوم وحتعمل شغل كبير يعني وبنشكر هاب كان معاه عازي في الكمانجا صوت هي يعني اللي لفت نظرنا صوت وفيه شخصية البنت اللي هي شخصية فإن شاء الله هنتكون معنا وأكون معاه فرقة بقى كويسة كده لأنه حاجة حلوة يعني متهيئة لي يعني حاجة حلوة قابلتنا في مدينة السويس لما تروح السويس يقولك لازم تروح المساجيري له قصة ولو المنشدت كده يقولك إيه البيت ده هو اتمهجور ومتبهدل معينه أقدم من أمريكا هم كل السويس يقول لك ده البيت ده أقدم من أمريكا تعالوا نشوف بيت المساجيري في محافظة السويس موسيقى 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 ده يقوله معنى كلمة مساجيري يعني البيت اللي بيقعد فيه استراح فيه الركاب البيت ليه تاريخ يعني واصل لتلتمائة سنة وفيه حكايات كتير حملة فرنسية فيه كانت موجودة طريق طبعاً تسمعين كلام كتير عن طريق التوابل طريق الحرير كانوا بيسموه من الهند ينزلوا ويجوا هنا في ميناء السويس كان لسه قناة السويس ما جاتش لما جات قناة السويس كان بيت المساجيري برضو مهم جداً الحملة الفرنسية لما جات نابليون ورفاقه الأعزاء قعدوا هنا هو والقادة بتوعه العلماء بتوعه واسمعين ياسين لما عمل ابن حميدو جي هنا فعندنا كازا حكاية هنحكيه لكم وإحنا جوا بيت المساجيري اشتركوا في القناة الوقت هنخش بيت المساجيري ليه عمق في التاريخ وفي الأحداث لكن للأسف ما حدش واخد باله منه عام الحج ما في سكان لسه عايشين فيه سلام عليكم سلام ورحمة زيكا حبيبي زي ساعتك سلام عليكم انت ابن الحج اللي كنا عادنا عاية معاينة لا يا رحمة لا يا رحمة الله يزيك النفسة يلاقيها السلام عليها الله يخليك انت يا بحبيتك وزيف تكليل ان شاء الله مرة تانية كنا احنا جينا هنا من حوالي تامن سنين تامن سنين ان شاء الله وقابلنا الحجة عزيزة حت الست كامل امر جميلة لكن هي توفت بقى وعمر ده ابنها الوسطالي الوسطالي في واحد اكبر مني الوامر السامير ده كان رئيس شركة نصر بطرول وشركة ميركو دولة عادة السبعين عالمعاش وانا خمسة وستين كنت مدير عام في شركة سلسة وطنينة بطرول وعالمعاش وفي أخ ثالث برضو مدير عام برضو طلع عالمعاش في شركة اليابكو ودي شاءة الوالدة شبهة شبهة بالظلط ايوه شبهة بالظلط وانت قاعد في بيت والدتك بيت والدتك اه ايوه انا عال معاك اختي اللي قاعدة معاك انت بس من اخوتك دي اختتي برضا عالين اه لا اخوتك الرجال عالين با كلهم بره بره اه بيت المساجيل ده البنى قبل حفر الكنالة اه قبل حفر الكنالة قبل حفر الكنالة البيت ده بيطل على اربح شوارع شارع حسين الروسي شارع على السوق العمومي شارع المساجيل باسم البيت والشارع النبي موسر اللي هو بدلاتي بشارع بورسعيد اللي انت داخلته من المدخل تمام تعالي بانتلع فوق ونحدده بقى موسيقى 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 حكينا بقى حكاية المساجيري باختصار البيت ده فيه سبع سكان حالياً سبع سكان حالياً و 11 شرق تاجر مخلقات سفر عندهم محلات محلات المحل الواحد دي ما يوازي حوالي مساحته بتاع 500 متر والبيت ده مساحته ايه؟ مساحته حوالي بتاع 2885 هو يتكوى من جزئين جزئين جزئ شمال وفيه جزء اخير في الشارع التاني يعني برضو يتخلى له بين الجزء الوسطاني وبعد جزء الأخير حطيقة حطيقة كبيرة زي أكبر من جيفة والماء تخلىه شاعة دي فقدية من رأي شاعة 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 دي مفاشة كانت لو أفلاها الغتما يعني تباحها برضو تباحها برضو تباحها برضو ايه بقى ذكرتك عن البيت ده معا؟ البيت ده أنا تولدتي فيه سنة 54 قبن عن جداً عن جداً يعني كان جيد والدي كان موليد يعني كان موليد في أسوان وجاه هنا دخل البيت ده في سنة 1906 ستة؟ اه كان والده كان شغال مع الدمعة الإنجليس وكان مع الفرنساويين واشتغل برضو في عملية حفر الكنادي لأنه كان في الحاجات اللي سابها بتاع حياته كان فيه أيام لما كانش فيه فلوس لدفع أجرة العمال كان بقدوم جلدة مختومة عليها ختم الملك بختم الملك يعني يصروفها في أي وقت لما يكون الخزينة بتاعت البنك فيه فلوس ها يعني يدهاله مؤقتة 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 وده الساري دول ده كان ساري فيه السفن السفن اه بيتعلق فيه العلم وكان برضو بين الساري والجزء ده كان فيه برد خشب أيوه ده كان مهمة جداً للسفن أيوه زي منارة كده منارة وعليها كرسي خشب وعليها تلسكوب نحاس ويقول الحملة فرنسية يكون قاعدة نابلون وريفاكم لا نابلون ما عاد شين هو أضار الحملة بس أضار من الحملة اه ما قامش بس أضارها منها اه و البيت ده نعني حضر حرب العلميات التانية و لما عادت الحرب العلميات التانية أعضب عنها هو بيت محوري محوري اهيوه أقدم بيت في منطقة الكنال يعتبر هو العايش بلات المهربة كان يقوله 300 سنة صحيح نعني 200 موية كده شونا اه انت قادريا يعني من حدش توصل لعمر بتاعه بس قبل انشاء قناة السويس قبل انشاء قناة السويس بس قبل انشاء قناة السويس دي يعني احنا منكلم كتير برضو كتير برضو فترة كده اه وبعدين مشهور طبعا من فيلم ابن حميد ابن حميد وحكاتي الغريبة اه فيلم حكاتي الغريبة طبعا انعام طبعا مونير ومحمود الدين ومجموعة صوروا هنا في الحوش موسيقى 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 عظيمتي, واللي قال âล من أمكي يحرم على صباحي عبنى حميده في الجزء الجنب الثاني كان فيه مشروبية مع مرور حرب السبعة وستين لقل تلاتة وسبعين حرب السنزاء جاه سروح خدي المشربية بس مؤثرش في الجبار طير المشربية اللي هي اللي عشارة النبي موسى والمشربية اللي علايه شارع حسين روجر مثل فيها الفيلم ابن حبيدو صلاة النبي احسن وانتو هنا البيض مش تابع لأثار لأ لأ مش تابع لأثار احنا محاوزين عليهم محاوزين عليهم برضو من الجماعة اللي ما فيها شوائية اه سعية اه لدي شركة فرنسوية ممكن يتخطف اي وقت اه لان يا اصلا ان هما بيتعاملوا معايا انا عن واخدها انا انكن اعتبر سابع جيل اه في الوراثة في الوكالة اه يويلهم التحصيل واحطوا في حساب جاري في البنك اليوم رقب في البنك مصر وبعدين هما بيسترموه اه وبيجوا سيارات بنا البيت لطيفة كده بدوت ده بيسموه مسقط كده مسقط ايوه يعمل هوا حلو تهوية حر اه 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 سبنا انا تجول بقى في البيت بقى سوق ذاكي حجة اه ودي بقى اهدى واحدة عندنا بقى في البيت اه دي اهدى واحدة اه ليه لفضلة بعد الحج طول ما انت موجودة بقى فاني الله يسلمنا لا خالي وما بقى حياخدونا من ده بلقى بتاعي لا 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 دي انا اصلا كنت جيت للحجة عزيزة زبان الله الحمى كنت صورت معاها اه على الله اه طبعا اه الحجة عايزة تتنسي لا خاليك لا خاليك لا خاليك ما تيجيت وعدين اتكلم شوية تعالوا عودين وعودين كلنا راحين كان في السعودية ولا معاش قاعد معاكي ولا لا لا متجاوز بقى وقاعد في الملاح قاعد في الملاح واتنين في سكندرية معايا الستة معايا الباش مهندسة كلهم طلحتهم مهندسين اه لا البيت ده اتخرج قيادات كتيرة قاعد مين معاكي بالوقت معايا بنتين اه اه وانا معا اه لان البيت ده اترح نلاقي فين زي لا ما فيه فيه ده عملة صعبة اه ده بقى صعبة قوي اه اه انت موجودة هنا من قد ايه بقى انا هنا متعدش متعدش يعني اتجاوزت هنا اتجاوزت اتجاوزت هي ابني ده انا خلاص بقول حوادع ايهلا لقى يعني بدأت حياتك في الجدة في الزوجية ولا انت جاى منين انا بنت انت انا بنت ام وجيت جاوزت بقى جاوزت في الكفر ولا اتجاوزت هنا لا جاوزت في البيت اللي جنبينا وبعد جدا جايت نقلت هنا نقلت اه في الخمسينات انا كنت ارتكنة في الشقة في العمارة اللي جنبينا دي فما عجبتنيش لان انا واخد على البراح البراح طبعا اه فجيت اخدت هنا وعيشت حياتي كلها وعيشت حياتي كلها دول يحتبروا اهلي وانا منهم انا كائني امهم سعيدة طبعا طبعا هاشل طمر انا هاشل طنعمر ليميك السنين اللي انت عيشت يا رب جنديك السحادات بنت طلعنا منها على خير كانت أجمل سنين أنا فترة اللي هي أيام الزمان لما الوقت ما تقولش الناس الوقت بتاكل بعضها مفيش يعني أخلاق زي بتاع الزمان أيام كنت بتتعمل بالكلمة الوقت تبقى واخد شتات أنا بنت محمد السلامة صاحب كفر محمد السلامة واخد بالك ده اتاخد كله بوضع اليد لأنها ما تبتهمش معهم في المحكمة شغالة في المحكمة وخدت الأرض وخدت الدكاكين يعني أنت ما تمشي في كفر محمد السلامة أنا قفلة كده تبت دكاكين خدتهم بالغرف وخدت ملكي بالغرف لا خدتهم بالقرونة بس بالقوة بالقوة مش بالقوة أنا حامل إيه ما خدتهم الحكومة أخش ده ملكي إزاي حد ياخده مني صحيح أنا بقى أولية الصعودية الصوتية ما حبش حد ياخد حد الناس اللي أنا هم بكحة لا لا السعيدة جدعان السعيدة جدعان بياخدوا حقهم جدعان لا ما يشوفوش حقهم أبدا يا عدد التسعين على فكرة ما أنا مش عايز سنة عن سنها لا ما حشان 분حسد ته حزداش عشان إيه ؟ ما حسدكيش برضو في السن لايه علي يا حسون علي İns أخواتك موجودين نعم انقلت لي عندك أخاتك لا يا حبيبي كان عندي أخا هي أمي يا بيت ولد وابنتي بس أه أما كمان تمشي كده حد أت معا كفر علي السعيدي كده من أول كده وانت راي على بتاعك برضو طب عمي الله ايوه يا حبيبي بس قعد عندي بالإيجار بح نعمل إيه بقى إنما هنا أنا قديت عمر هنا قدت عمر هنا كنت واخدة في العمارة اللي جمينا شقة واخد بالك والشقة دي كانت واخدها واحدة وقلتها مات وقلت لها انت ماشي قالت لي قلت لي تاخدي كم قلت لي قلت لها دي ميت جنيه ويلا تكل على اللي بالعافية ايام الميت جنيه دي ايام ايه طبعا وراء مممدنا إنما الوقتي تبقى واخد حقك ويبجح يقولك انت جاي جديد وانت بنتك بقى بتعملي كل حاجة وكده ولا انت بتتبخي لا يا ابني احنا عندنا خطة كامل وابده اه دل مغيشين بقى اه 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 مستعد كفر سلامة اه 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 اما تتقل لما تمشي من هنا كفر محمد كلامة من اول لحد جوه وخدتوا العافية الناس دا عدين يا الله يا الله يلا 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 شوف الموزيع اللي مبقى غبي بتقول لك انا عندي كفر اسمه ايه كفر سلامة بتاع ابويا وكفر السعيدي بتاع عومي وبقى انا اقول لها انت بتطبخي وبتعملي فقيت لها طبعا عندنا ستة بتطبخ وستة جميلة جدا جدا الستة فاوزية انا يعني بشكرها جدا على دقيقة اللي عادت فيها معها لانه انا ستة جميلة جدا جدا وجدعا قالت لك هو في حد يفرد في ملكه هو في حد يفرد في ملكه ملكي فرد فيه ازاي يعني من الكلمة بصراحة وجعتني جدعا السعيدة كده السعيدة ما عندهمش تفاهم انا بشكر ستة عزيزة علازي للقاء السريع والله اقسم بالله العظيم ان انا في زياراتي للناس في الشوارع بعيد ترتيب حياتي كلها وبتعلم من اول وجديد اللي انا كنت متعلم اصلا من اول وجديد كل ستة وكل راجل ماشي في الشارع انا فكرة ملوش علاقة بالسن هتلاقي عنده خطة كتا يخبطك